أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل به معالجة المياه وتريتمينت ونواصل شرح مع محتويات هذه الوحدة طرق معالجة مياه الشرب والمياه الجوفية والنهار والبحيرات ونرى كيف تم طرق معالجتها معالجة المياه الجوفية تشمل تتمل على الطرق الآتية المياه الجوفية ويحوالي سبع الطرق نشوفها بالتفصيل ونشرحها أيضا بتفصيل المقاطع الغادية التهوية وإزالة المواد العالقة وهنا تكون المعالجة كيميائية عندما نرسب بعض المواد والتهوية من اسمها واضحا نستخدم الهواء لإزالة الملوثات من الماء إزالة عسر المياه والمواد المسبعة للغشورة والواتر صوفتنينج وذلك بإزالة الكالسيوم عند تبديله بالصوديوم كما رأينا في الكميكال ريزينس أو اللدائن الكيميائية قبل هذا نمر أربع إزالة المواد الغير عضوية ايضا هذا يمكن تتم عن طريق معالجة كيميائية إزالة المواد العضوية وكذلك يمكن في الطرق الكيميائية كذلك إزالة البكتيريو والفيروسات وهذا بطريقة التعقيم كإضافة الكلورة والأوزوم مثلا ووتا ديس إنفكشن طعم الماء المقبول أكسببول تيست أفووتا أكسببول تيست أفووتا وهنا يمكن استخدام الفحم الفحم النشط لإزالة الروايح الكريه الموجودة في المياه التهوية نعرف هنا بالتفصيل يتم تعريض المياه لتيار من الهواء المدفوع وذلك لإزالة الغازات مثل الهايدروكربونات الطيارة ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهايدروجين وكبريتيد الهايدروجين وأيضا أكسدت بعض الأيونات مثل المانجينيز هذا رمز المانجينيز والحديد هذا رمز الحديد الشكل في الشريحة التالية يوضح خطوات عملية التهوية إذا أن الهواء ماشي في هذا الاتجاه وهذا اتجاه الماء نتحول وعندما نعرض الماء لتيار هوائي في هذا الاتجاه يتم التخلص من بعض الملوسات مثل ساني أكسيد الكربون ومثل كبريتيد الهايدروجين ومثل الهايدروكربونات الطيارة كذلك وبهذا يمكن أن نتخلص من الملوسات في هذا الاتجاه ونتحصل على ماء نقي صالح للشور بهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونشرح في مقطع قدر